السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا يا مرحبا فيكم مشاهدين الكرام عينما كنتم وحلقة جديدة من برنامج وقفات بداية اسمحوا لنا أن نرحب بضيف نظيفكم دكتور مشال عيادة العنزي الإمام الخطيب وزارة الغاف ويشوى الإسلامية حياك الله سعى المباركة يا دكتور لا حياك سعى تكاملك أبو دهيل عنواننا في هذه الوقفة به من التناقض ما بين مشرق ومغرب في المعنى لمفردتين عندما يتلازم وكما تفضلت وأعدت لما هو قادم من الدقائق اجتمع في كتاب الله عز وجل حادثة ومشكلة ضرف سلوك يسوده السوء والمشاكل ولكن قورنا بجمع هي مقدمة اجتعت بها لما هو قادم هي كذلك يا دكتور الله عبرك لا وصحيح نسمع منك نسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على عبدي ورسول أمين بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دائما المقدم هو الذي يشهد همة المتكلم بتوطية ومقدمة جميلة ينطلق منها بناء على هذا الأسس التي نبعت من علم وثقافة ومعرفة أجزاك الله خيري الله يرفع قدر ومجهنا أفضل ما تظن وأنت أهل لذلك الله يحبك وعرفي الله سبحانه وتعالى ذكر أربعة أشياء قرنت بالجمال مع مضاضتها وصعوبتها وشدة الألم فيها لكنها وصفها الله عز وجل بالجمال قال فصبر جميل فاصفح الصفحة الجميل وحجرهم هجرا جميلة وسرحونا سراحا جميلة صبر صفح سراح هجر سراح حسن طيب كلها مشاكل الصبر نبدأ بالصبر الصبر الصبر يعني هو حبس النفس حبس النفس وهو أمر لكن يعني هو كما يقول هو مر كاسمه لكن لذته أحلى من العسل فصبر جميل الصبر الذي يكون فيه رضا بقضاء الله وقبله الصبر يكون فيه رضا من الله سبحانه وتعالى الذي لا شكاية فيه والإنسان يا أبو دخيل لما يقدر الله عليه شيء هو غصب عنه سيصبر لكن أن تقرن مع صبرك عدة أمور فترتقي بها إلى أعلى الجنان لما تصبر فقط وتحتسب الله كتب عجرك لما تصبر وتشكر الله عز وجل لقد زدت في الطاعة والعبادة أن تكون شاكرا مع وجود الصبر الثالثة الآذي أعظم وهذا لا يتأتي لكل إنسان الفرح مع الصبر أي لما يقضى الله عز وجل لك أمرا يقض مصجعك ويكدر خاطرك تقرنه بالفرح لماذا تقرنه بالفرح؟ لأنك تعلم أن الله ما ابتلاك إلا ليعطيك وأن الله عز وجل إبتلاك ليرفع درجة أعلى درجات اليقين والله أعلان أحسن أعلى درجات اليقين هو الفرح مع هذا البلاء إنسان لا يتمنى البلاء لكن مع وقوعه أن تظهر الفرح لله عز وجل امتثالا لقضائه والتسليم لقدرته جل جلاله والرضا الذي يسكن في القلب طيب دكتور يعني استحضرت هنا هذه الدلالة القرآنية إن الله مع الصام لم يقل عز وجل إن الله بشكل واضح وبنص واضح والله أعلم إن الله مع المصليين الصلاة عمود الدين من تركها فقد كفر إن الله مع الصائمين بهذه المباشرة والصيام فرض عند أداء هذا الصيام الله عز وجل هو الوحيد الذي يجزى به والحج وقس على ذلك إن الله مع الصبر لعلها تدلل ما تفضلت به نعم هذه المعية المعية أنواع ثلاثة معية عامة الله مع الخلق كله لما يقول الله عز وجل معنا بعلمه في كل مكان الله معنا معية عامة معك ومعي ومع الكافر ومع أي إنسان والنوع الثاني المعية بيوصف بيوصف إن الله مع المتقين مع الصابر من تحلى بهذه الصفة فكان الله معه معيتهم بيوصف المعية الثالثة المعية الخاصة وهذه لا تكون إلا أنبياء ولمن امتنى الله عليه غير أنبياء الأنبياء معية خاصة لا تخف إذهب إلى أنني معكم الله يقول أنني معكم لموسى وهارون معية خاصة والله أعز وجل أعطاها لبعض الناس مثل الصحابة كأبي بكر لما قال صاحب لا تحزن إن الله معنا هذه المعية خاصة فالله يعطي هذا المعية لمن شاء من عباده سبحانه وتعالى فما تفضلت به هي معية بوصف أي إن الله مع الصابر فكل من صبر الله يكون معه ولعلك تريد أن تبين أن الإنسان يأتيه الفرج مع الكرب قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر ذلك قال بعضهم يقول إذا ضاق صدرك ففكر فيه ألم نشرح فعسر بين يسرين ماتا تذكرهما تفرح الله قال إن معه ما قال بعد مع العسر لما يتيك العسر الفرج معه فإن مع العسر يسر إن مع العسر إن للتوكيد إن للتوكيد طيب لماذا قال يسران وعسر واحد قال لأن اليسر منكرة والعسر معرف بأل فإذا عرف الشيء بأل فيكون المعنى الآخر بنفس المعنى إن مع العسر أل يسرى إن مع عسر يسرى فالأل والأل واحدة فيكون العسر واحد طيب يسرى نكرة فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى الآن أتاني يسران فأنت معك يسران وأيضا أحد المشايخ كاني أذكرها الآن يعني إن مع العسر يسرى العسر واليسر لا يوجد حرف عطف بينهم متى ما وجدت هذه وجدت هذه صحيح وذلك يعني الله سبحانه وتعالى لما يقدر عليك العسر أعرف أن اليسر مقرورا به فعليك بالصبر والتعني والتسليم لقضاء الله عز وجل هذه الكلمة من قالها فصبر جميل والله مستعان على ما تقلون قال يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما فقد ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام أنه لم يجد يوسف فقال فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما وقعت لها حادث الإفك واتهامها بالزنا لما قالها النبي صلى الله مع وجود أبيها وأمها قال يا عائشة أن كنت قد فعلته فأخبرين وإن لم تفعلي فأخبرين لا تسكرتين تقول عائشة فسكت فقلت والله ما أقول إلا كما قال أبو يوسف تقول وأنسيت اسمي عقوب عليه الصلاة والسلام قالت أبو يوسف فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون سبحان الله ما أن لبثت إلا أنزل الله فيها براءة يعني أنزل فيها وحيا يتلى إلى يوم القيامة ببراءتها تقول لأنا أحقر أن ينزل الله فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة إذا ممتقنا فالصبر الجميل الذي يقرن بالرضا والتسليم والمحبة لله تبارك تعالى والفرح بما يقدره الله عز وجل لأنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك ما يعني في عملة الصبر الجمال بما يقرن بها بصبر احتسابه عند الله عز وجل حمدا وشكرا وعلى الدرجات الفرح لهذا الابتلاء الذي صبرت عليه لأنك على يقين أن هناك فرج وفرح وأن الله عز وجل ابتلاك لأنه يحبك ولا يبلأ إلا المؤمن الصفحة الجميل الله يقول سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْنَ السَّمَا وَأْتِهُ أَرْبِ وَمَا بَيْنَهُمَ إِلَّا بِالْحَقُ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِهَةَ الآن هذه مقدمة من الدخيل الله يقول يوم القيامة سيعتي يعني بعضها يقول شو المطلوب أصلي أصوم أستغفر وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِهَ مطلوب بربي أصفح يعدني ما تسوأ أصفح 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 الصفح الجميل شو المقصود بالصفح؟ الصفح هو الإعراض عن من أذاك الإعراض والتسامح عن من ألحق بك ضرر أو أذى نفسي هي تفرق عن العفو وعن المسامحة ولا كلها هي شاملة لها نعم أصفح أصفح عن من ظلمك أصفح عن من أذاك أصفح عن الجاهل أصفح عن من أذاك في عرضك في مالك في نفسك في بدنك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة فلما تكلم مصطح على ابنته عائشة قال أبو بكر والله لا أنفق عليه بعد اليوم الله يقول وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولُو الْقُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِي اللَّه وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ قال وَاللَّهُ غَفُو الرَّحِيمُ قال أبو بكر بَا لَا وَاللَّهِ أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ لَي فأصفح أبو بكر عن هذا الذي تأكلم في أرضك فأصفح الصفحة الجميل هو التسامح مع قدرتك على أذى من أذاك مع قدرتك على التمكن منه من هذا الذي أذاك مع القدرة أنك ممكن أن تأخذ حقك ماذا أن افتقرت لهذه القدرة هل أندرج تحت هذه الآية نعم تندرج تحت هذه الآية إن أعرضت عنه وإن لم تتمكن من القدرة المهم أنك في قلبك تقول عفوت عنه وجه الله أو تجاوز عنه بما قال أصدق مع ربي في هذا أصدق مع ربي فيك طيب الهجر والسراح ونهتم به ما نعم الهجر أن تهجر من تحب المرأة تهجر في الفراش إن هجرت اجعل هجرك جميل لا تعنف لا تشتم أهجر من أذاك في دينك من أذاك في مجتمعك من أذاك من أهلك أهجره لكن لا تؤديه السراح إنه طلق صراحا جميل طلق لكن لا تجعل عداوة وشكاوي وقضاء ومحاكم بجمال بفراق بخاتمة إيجابية وهذه الأربعة يا أبو دخيل ختميتها كلها كما قال مقيم فيها مرارة وقضاء وذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بخفض الجناح ورين الجانب وغض الطرف والتسامح أن نتعامل مع هذه الأربعة بالجمال اللهم اجعلنا ممن وصفهم الله عز وجل ورسوله أن يكون هين لين بإذن الله شكرا جزيلا يا دكتور الله يزعى فيه الشكر موصل إليكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعين وما كنتم دمتم في عفظ الله ورعايته فمعلا اشتركوا في القناة